بسم الله درسنا اليوم هي قصيدة بعنوان كف كف دموعة للشاعر إبراهيم توقان إبراهيم توقان هو إبراهيم عبد الفتاح توقان ولد في مدينة نابلس في فلسطين التحق بالدائرة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت ليتخرج فيها وعمل في إذاعة القدس ثم عمل مدرسا في العراق له ديوان شعر مطبوع ورسائل موجهة إلى شقيقته الشاعر فدوى توقان تدور في محور الشعري وتعليمه ونقده وله مقالات صحفية جو النص يحث الشاعر على العمل والتفاؤل من أجل تحقيق النجاح معولا على الشباب في نهضة البلد الفكرة العامة لهذه الأبيض يدعو الشاعر الشعب الفلسطيني أن يعيد النظر في واقعه المؤلم وأن يغير هذا الواقع ويتخذ طريقا آخر لمقارعة الظلم والطغياء الذي ألم به وهو طريق الفكري والعلمي وطريق الكفاح المسلح وأن يترك التشاكي والتباكي على الوطن نأتي الآن إلى قراءة الأبيض ومن ثم شرحها المقطع الأول يقول الشاعر كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل وانهض ولا تشك الزمان فما شك إلا الكسول واسلق بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل ما ضلد أمل سعى يوما وحكمته الدليل كلا ولا خاب امرئ يوما ومقصده نبيل المهم بين هذه الأبيض هو حرف يرمز إلى أن صدر البيت موصول بعجزه شرح الأبيض معنى كفكف أيمسح دمعك مرة بعد مرة وكفة عن البكاء العويل جذرها عويلة وهو رفع الصوت بالبكاء والصياح يخاطب الشاعر الشعب الفلسطيني ويخبره أن البكاء والحزن لا ينفع ويطلب منه الكفة عن البكاء والصراخ انهض أي قم من سقوطك والهدف من الأمر هنا النصح والإرشاد الزمان هي حوادث الدهر يدعو الشاعر في البيت الثاني الشعب إلى الوقوفة وأن لا يرمي من تخاذله إلى الزمان كما يفعل الكثول المتقاعس البيت الثالث يقول اسلك أي التبع همتك عزيمتك وقوتك والسبيل هو الطريق يدعي الشاعر هنا برسم الطريق الموجه للشعب الفلسطيني لتحقيق الأهداف إذ عليه أن يتحلى بالقوة وأن لا يقف مواقف الحائرين الذين لا يعرفون ماذا يفعلون لتحقيق أهدافهم البيت الرابع ظل بمعناتها وذو أمل أي صاحب آمال دليل هاد من واقع الحياة يقول هنا من يعرف طريقه ويحمل أملا في نفسه ويسعى إلى تحقيقه فأنه لا شك في أنه سيصل ولن يضيح البيت الخامس كلا هو حرف جواب يفيد النفي جواب إلى المتخاذلين خابة بمعنى فشلة ومقصد هدف نبيل شريف أو حسن يقول أن الإنسان لا يفشل ما دامت أهدافه نبيلة وغايته شريفة ولديه عزيمة على ذلك نأتي الآن إلى قراءة المقطع الثاني يقول الشاعر أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن أفنيت بمعنى أنهيت أو قضيت مسكين هو أسلوب ساخر من الشاكين الباكين التأوه بمعنى التوجع يقول قضيت يا مسكين عمرك بالتوجع والألم على الوضع الراهن دون أن يكون لديك تفاؤل وأمل بالنصر والتحرير الوجه السابع مكتوف بمعنى معقود قعدت مكتوف اليدين أي معقود اليدين وهي اسم مفعول من كتفة لقد قعدت أيها المتخاذل بلا سعي ومقاومة وسيطر عليك الوهن فاتهمت الزمن بأنه السبب في ذلك الصورة الفنية في حاربني الزمن يقول أو صور الشاعر الزمن بالعدو الذي يحارب العبء العمل الصعب أو المسئولية يوجه الشاعر يقول فيه إذا أنت لم تقم بمقاومة العدو مواجهته فمن يقوم بهذا الأمر الجليل؟ الصورة الفنية فيما لم تقم بالعبء صور مقاومة العدو بالحمل الثقيل المقطع الثالث كم قلت أمراض البلادي وأنت من أمراضها والشأ معلتها فهل فتشت عن أعراضها؟ يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها قعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها وانظر بعينيك الذئاب تعب في أحواضها كم قلت كم هنا تفيد الكثرة؟ إنك كثيرا ما تقول والمجتمع فيه أمراض مستعصية وأنت في حقيقة الأمر أيها المتخاذل أحد أسباب هذه الأمراض لأنك لا تنهض ولا تسعى الصورة الفنية في أمراض البلاد وأنت من أمراضها هنا صورة البلاد بالكائنات الحية التي تمرض الشؤم بمعنى التشاؤم وعلتها أي سبب مرضها التخاذل والتشاؤم هو سبب أمراض البلاد يتابع هنا لوم المتخاذلين على عدم محاولة البحث والتغيير الصورة الفنية هنا الشؤم علتها صور الشؤم بالمرض الذي يصيب الجسد يا من هنا أسلوب للنداء أنقاضها حطامها يتابع اللام ترجمة نانسي قنقر